بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته و أهلا و مرحبا بكم في حلقة أخرى من هذه الحلقات المليئة بالعلم و المعرفة و التي نسأل الله تعالى أن تكون نافعة في كل المجالات التي يرغب الإخوة المشاهدون و المتابعون في الحصول عليها ضيفنا هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة الرقم الذي نستقبلكم عليه مع فتح الخط 00968 954611 فأهلا و مرحبا بكم أهلا و مرحبا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله و أهلا و سهلا بكم و أحيي الإخوة و الأخوات الذين يتابعون و أسأل الله تبارك و تعالى في بداية لقائنا هذا أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب آمين لنبدأ بسؤال عمر المعشري الذي يسأل عن معنى قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا باب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و أهلنا إلى الطريق الأقوى إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فإن المقصود بهذه الآية الكريمة في خطاب الله عز وجل ليحيى عليه السلام بأن يأخذ الكتاب بقوة الأخذ يعني التمسك و الاتباع فيقال أخذ العلم عن شيخه أي أنه تلقى و تمسك و اتبع نعم فيعبر بالأخذ في العلم لشرف العلم و لأنه ينقل من المعلم إلى المتعلم و لأن هذا المتعلم يحرص على أن يحوز ما يتلقاه من معلمه فاستعمل هذا اللفظ في سياق التعلم و استعمل هنا في سياق الإيحاء إلى يحيى عليه السلام بأن يأخذ أي أن يتمسك و يتبع و أن يتلقى و يحوز الكتاب أكثر كلام أهل العلم أن الكتاب هو التوراة نعم لأنه و إن كان معاصرا لعيسى عليه السلام إلا أنه ولد قبله و لم تكن التوراة و لم تكن الإنجيل قد أنزلت على عيسى عليه السلام نعم و لذلك فإن حتى أن بعض المفسرين رأوا بأن هذا القول مجمع عليه أن المقصود بذلك هو التوراة فخذ الكتاب أي خذ التوراة و إن كان بعض المفسرين ذكر بأن المقصود صحف إبراهيم لكن لا دليل على هذا لأن آخر ما كان عليه بنو إسرائيل في ذلك الوقت و ما جاء عيسى عليه السلام لتجريده هو التوراة و ما أنزل على موسى عليه السلام بقوة أي القوة المعنوية نعم فالمقصود من ذلك كالثبات و العزيمة و البعد عن أي ريبة أو تردد أو شك و هذا من لوازم تلقي الوحي و من لوازم تبليغه أيضا فإن الجانب المعنوي بالثبات و العزيمة و نفي كل أسباب الريب هو من أقوى العوامل في التلقي نعم فهذا هو المقصود و الله تعالى ألم يعني معنى ذلك أن الفترة التي كانت بين موسى عليه السلام و بين يحيى عليه السلام طويلة جدا و لا تزال التوراة فيها باقية لم تحر بين يحيى و موسى نعم نعم يعني كانت هي معتمد بني إسرائيل نعم و نحن نجد في كتاب الله عز وجل أن هذا البيت الذي منه يحيى عليه السلام و منه زكريا أبوه و مريم أم عيسى عليه السلام ثم عيسى ابن مريم عليه السلام هو بيت أثنى الله عز وجل عليه نعم فربنا تبارك و تعالى سمى هذا البيت بآل عمران في قوله تبارك و تعالى إن الله اصطفى آدم و نوحا و آل إبراهيم و آل عمران على العالمين نعم ذرية بعضها من بعض فهذا البيت كانت فيه النبوة و كانت فيه ديانة بني إسرائيل و حفظ أحكام شريعة موسى عليه السلام و كان فيه كما يقال في كتب التفسير الكهانة أو الأحبار كان منهم فهو بيت شريف و لذلك أثنى الله تبارك و تعالى عليه في هذا السياق الذي ذكر فيه نوحا و إبراهيم عليه السلام و آدم و نوحا و آل إبراهيم فذكر فيه آل عمران نعم و معلوم أن عيسى عليه السلام جاء بشريعة جديدة لكنه أبقى ما لم يأتي نص بتغييره من شريعة موسى عليه السلام العالمين من مقصود بينهم؟ على العالمين في قوله تبارك و تعالى في هذه الآية الكريمة في عموم العالمين نعم هذه بيوت أكرمها الله تبارك و تعالى و شرفها على عموم الخلق نعم جميل عندنا سؤال نفصله بجيء إن شاء الله و تعالى بين سئلة التفسير التي وردت لنا سابقا السائل يقول ورد ولد في الرابع عشر من عمره و هو في مرحلة البلوغ و هو مصاب بالطراب طيف التوحد من النوع المتوسط طبقا لتشخيص المتخصصين كما أنه يعاني من نوبات صرع و يأخذ لها أدوية في الصباح و في المغرب و هو لا يدرك شيئا من التكاليف الشرعية فهو لا يميز بين ساعات اليوم و لا يميز بين أيام الأسبوع و متقلب المزاج و من الناحية العلمية لا يقدر على فهمها و لا يستوعبها و قد يحفظ بعض الصور القصار هل هو بهذه الصفة مخاطب بالتكاليف الشرعية؟ الذي يظهر من السؤال حينما قال السائل بأنه لا يعي التكاليف الشرعية و لا يعرف الأوقات أن القلم عنه مرفوع للعلة المرضية التي يعاني منها نسأل الله تبارك و تعالى له الشفاء و العافية و أن يعين ذويه على القيام بشأنه و رعايته لكن الظاهرة من السؤال و إن كان تمكن من حفظ بعض السور فإن ذلك لا ينفي عنه أنه غير أهل للتكاليف لما أصابه من مرض أثر على قدراته العقلية التي هي مناط التكاليف و الله تعالى أعلم كان أخصيف أيضا حراسي يسأل بالأمس عن شخص يجد دما دائما في فمه فيبلعه أحيانا فلا يستطيع أن يخرجه من الفم أنا سألته هل كان من اللثة أو لا و لم يجبني قال من الحلق أما الذي غلبه فلا شيء عليه فالذي دخل إلى جوفه و لم يتسبب هو فيه و لم يتعمل إدخاله فلا شيء عليه هذا معفو عنه و نظرا لأنه لم يبين لم يبين سبب أو مصدر هذا الدم فلا يمكن أن نقول بأكثر من هذا إذ يخشى أن يكون بعض الناس ممن يبتلون بالوسواس من حيث لا يشعرون فيقعون ضحايا للوساوس و تزداد هذه الوساوس و تنمو لا سيما في أمثال هذه المواسم من العبادات عند الوضوء و عند الصلاة و في الصيام فلا ينبغي للمسلم أن يشتغل بهذه الخواطر القلبية و إن ظهر له شيء من الدم فيه فليخرج هذا الدم و الذي يسبقه إلى القوف فهو معفو عنه و لا شيء عليه و الله تعالى سؤال أخ حمد العويسي نحاول اليوم بقدر الأمكان أن ننتهي من الأسئلة المتبقية السابقة قل في قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون و ملأهم أن يفتنهم و ملأهم الضمير هنا يعود إلى من نعم في هذه الآية الكريمة كلام طويل عند المفسرين لكن لنأخذ القول الأوفق بالتركيب اللغوي و بالصناعة النحوية نعم فربنا تبارك و تعالى يقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه الآن الضمير هنا في قومه نعم يعود إلى موسى عليه السلام نعم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه نعم فأقول الآن مجردا من أقوال المفسرين يعني ننظر إلى الآية الكريمة بحسب الصناعة الإعرابية نعم ثم سأذكر أقوال المفسرين فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه تقدم أن هذا الضمير يعود إلى موسى لأنه ضمير مفرد عائد إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور هنا موسى عليه السلام نعم على خوف من فرعون وملأهم أقرب جمع مذكور هنا هو الذرية نعم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملأهم أن يفتنهم أن يفتنهم الضمير الغائب هو لهؤلاء الذين آمنوا نعم و الضمير المتصل هو ليعود إلى هذه الذرية و الضمير الغائب يعود ضمير الفاعل يعود إلى فرعون نعم ولا إشكال في أن ما قبله يعود إلى الجمع لأن البطشة والطغيانة والعداوة هي أعظم من فرعون وأدوم من فرعون إذن هذا الذي يتناسب مع الصناعة الإعرابية نعم أن يكون هذا الضمير وملأهم يعود إلى الذرية هذه الذرية هي من قوم موسى نعم فكانوا يخافون من ملأهم أي من أشرافهم و آبائهم و كبرائهم سواء من كان منهم مواليا لفرعون كما هي عادة أهل الجبروت و الطغاة أن يستميلوا إليهم من من يستعبدونهم يستميلون الأشراف و الكبراء و العرفاء فكانوا يخافون من هؤلاء أو من آبائهم و كبرائهم الذين لم يكونوا حاضرين لأن هذا الموقف حصل بعد ما حصل بين موسى و السحرة نعم فإذن ملأهم هنا يعود إلى ملأي الذرية من بني إسرائيل التي آمنت بموسى عليه السلام نعم فهؤلاء كانوا يخافون من قومهم يخافون مع خوفهم من فرعون و بطشه بهم يخافون أيضا من ملأهم من ملأهم أي من كبراء و بني إسرائيل و من عرفائهم الذين لم يكونوا حاضرين نعم هذا الذي يتناسب مع السياق لكن هناك أقوال للمفسرين فمنهم من رأى أن هذا الضمير و ملأيهم يعود إلى فرعون لأن فرعون يراد به الآل آل فرعون نعم فكأنه وصف لآل فرعون بالنسبة إليه فقط نعم و هو الوصف الذي كان يعطى إياه من يملك مصر في ذلك الوقت من هذه الأسرة نعم كما يقال لحاكم الروم قيصر و لحاكم الفرس كسرى في ذلك الوقت يقال لمن يملك أمر مصر في ذلك الوقت فرعون نعم فكما يقال في العربية ربيعة و يراد به القبيلة مضر يراد به القبيلة فكذلك فرعون يراد به آل فرعون و إذن و ملأهم أي و ملأ فرعون و يراد بذلك بالجمع آل فرعون هذا قول موجود في القرآن أدخل آل فرعون أدخل آل فرعون نعم و قيل بأن المقصود بذلك إما قال ربنا تبارك و تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي من قوم فرعون نعم فالقوم و فرعون ملأهم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون و ملأهم الآن تقدم أن القوم هم من أهل مصر نعم فهناك مؤمن آل فرعون نعم و هناك آسيا امرأة فرعون نعم و هناك من آمن به من قوم فرعون نعم فجعلوا الإضافة هنا إلى قوم فرعون من قومه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه هذا الضمير يعود إلى قوم فرعون فأزالوا إشكال ضمير الجمع المتصل فيه و ملأهم نعم هذه هي جملة الأقوال لكن أظهرها ما تقدم من أن بداية الاستجابة بعد السحرة نعم بعدما آمن السحرة بموسى عليه السلام لما رأوا أن الذي أوتي إياه إنما هو معجزة من عند الخالق سبحانه وتعالى و أن ذلك ليس بمقدور البشر أنه كان من حضر هذا الجمع من آمن بموسى و هم الشباب الذرية أي الأبناء يراد بهم يطلق هذا الوصف و يراد به الأبناء اليافعون الذين هم أحداث السن و الشباب أقرب إلى الاستجابة للدعوة حينما تظهر حجتها لهم و لأنهم أيضا يعني عانوا ما عانوا من الاضطهاد و التعذيب و يتطلعون إلى الفرج فكانت الاستجابة من الذرية أي من الأبناء من الشباب أسبق في هذا الموقف الذي يحكيه لنا القرآن الكريم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه أي من بني إسرائيل في هذا الحال ثم آمن به غيرهم لا شك على خوف إنهم رغم خوفهم من فرعون و ملأهم فإنهم مع ذلك آمنوا لموسى عليه السلام ثم قال أن يفتنهم و إسنادوا الفتنة إلى فرعون ظاهرة لأن فرعون هو الواجهة هو رأس الطغيان و العناد و التنطع و الجبروت و أن يفتنهم أي أن يصرفهم عن ما آمنوا به بإما بالتعذيب و التنكيل و إما بإثارة آبائهم و كبرائهم و أشرافهم عليهم و إما بما يحدثه فيهم من صنائع و ابتلاءات و الله تعالى أعلم جمعي كان هناك سؤال خطر في بالي في موضوع رسالة موسى عليه السلام لأنه عندما خاطب فرعون مباشرة كان الهدف أو كان مضمون الخطاب هو تخليص بني إسرائيل إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل و لا تعذبه هل كانت رسالة موسى عليه السلام هو تخليص بني إسرائيل أم لدعوة فرعون إلى عبادة؟ لا هي في المقام الأول لبني إسرائيل هو أرسل إلى بني إسرائيل و من آمن به إنما هو من باب قيام الحجة عليه لا يعني أن موسى عليه السلام لن يبلغ غيره و ما ورد من مناظرته لفرعون و من إقامة الحجة عليه دليل على ذلك و إنما يعني إن أردت الاستطراد قليلا ممكن في فوائد إن شاء الله يعني في هذا السياق لأنكم ذكرتم سياق المناظرة و إقامة الحجة على فرعون نعم و تقدم في الآية المسؤول عنها فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم على فرعون و ملأي على خوف نعم على خوف من فرعون و ملأيهم أن يفتنهم يعني كنت قد تعمدت أن أعرض عن قول لكن القول جدير بالدراسة يمين و هو كم فرعون عاصر موسى نعم يعني المشهور أنه عاصر فرعونا واحدا نعم لكن لا يبعد أن يكون قد عاصر أكثر من فرعون ففرعون هو لقب كما تقدم لمن يملك مصر من هذه الأسرة أسرة الفراعنة نعم لكن هل الذي رباه أو نشأ في كنفه هو نفسه الذي حصلت بينه و إياه المجادلة و المحاورة و المواقف المذكورة في القرآن الكريم هذه المسألة جديرة بالدراسة بعض المعاصرين يرى بأن التربية و النشأة كانت مع فرعون بدليل أنه لم يرى مع فرعون الأول الأول بالنظر إلى موسى عليه السلام و يعني كان ذلك في الوقت الذي كفلت فيه امرأته امرأة فرعون كفلت فيه موسى عليه السلام إذ لم يرد لها ذكر فيما بعد لم يرد لها ذكر أبدا بعدما عاد موسى من مدين و أمر بالتبليغ و بدأ بهو و هارون عليهما السلام بدعوة بني إسرائيل و بمحاجة فرعون لا ذكرى لامرأة فرعون ما ذكرت إلا مرتين قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ثم ربنا تبارك و تعالى حكى عنها دعاءها قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة لكن لا ذكرى لها فيما يتعلق بالجهد الدعوي من موسى عليه السلام أيضا في المناظرة في المحاجة ففرعون قال لموسى ألم نربك فينا وليدا قال ألم نربك فينا يعني لم ينسب إلى نفسه التربية قد يفهم من ذلك أنه يشير إلى من تقدمه سواء كان أبا له أو الفرعون المتقدم أنه هو الذي قام بكفالته و تربيته فكان يمكن أن تكون لغة الخطاب في مثل هذا المعنى أقوى و أشد من مثل هذه الجملة نعم فبناء على ذلك هل يمكن أن يقال بأنه على خوف من فرعون و ملائهم نظرا لأن الفرعون لم يكن واحدا في زمن موسى عليه السلام نعم هذه المسألة جديرة بالبحث و فقط هو لفت نظر إليها في هذا السياق الآن كانت قد دخلت أسماء أخرى أيضا و هامان و قارون نعم إن فرعون و هامان و قارون و جنودهما أيضا هنا ملحظ بأن القوة العسكرية فربنا تبارك و تعالى لما قال في هذا السياق إن فرعون و هامان و جنودهما فهناك جنود فيما يظهر لفرعون و هناك جنود لهامان نعم فهناك قوة عسكرية فينبغي لنا أيضا أن ندخل هذا في فهمنا لمجريات قصة موسى عليه السلام مع قومه لأن الفرعون الأول كما يبدو طلب أيضا بناء صرح من هامان يا ابن لي يا هامان صرح هذا الثاني هذا في المناظرة في الفترة الدعوية التي حمل فيها موسى عليه السلام نعم الأمر بالتبليغ و الدعوة أمر الرسالة ظهرت كل هذه المناظرات أما في الفترة الأولى لما كان قبل أن يخرج إلى مدين لأنه يعني نبئ و حمل الرسالة في عودته إلى مصر و في الوادي المقدس لما آنس من جانب الطور نارا و هناك يعني ناداه ربه تبارك و تعالى أن بورك من في النار و من حولها فهنا تحمل الرسالة و عاد إلى بن إسراء و طلب أن يكون معه أخوه هارون فتحمل الرسالة نجد هذه المحاجة لكن نقول أن المسألة جديرة بالبحث و الدراسة نعم جميل جزاكم الله خيرا نأخذ مكالمة الأخ هشام الحبسي السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أهلا بكم يبحث من وضية الشيخ عمد لله بارد الله فيك أعتدر إليك عدد تأخر لا لا عادي أمه الطيب عندي سؤال واحد لو سمحت سؤالي يتعلق بالعقيدة ما هو حكم إيمان الشخص المقلد في الاعتقاد الذي يتبع غيره إلا أنه لا يعرف الدليل على ما يعتقد و ما مصير هؤلاء الناس خاصة إذا كانت العقيدة خاطئة هل ينزم كل شخص تعلم العقيدة مع الأدلة مع العلم أن كثير من الناس لا يستوعب هذا العلم و في نفس الوقت الكهل و ليس بعذر الإنسان فما هو يعني مصيرها عبت الناس الذين لا يستوعبون هذا العلم طيب أنت تتحدث في الدائرة الإسلامية صحيح؟ نعم دائرة الإسلامية طيب إن شاء الله أحسن طيب مشكور مشكور الأخي سام الأخت عايشة الحمضلية السلام عليكم و عليكم السلام و ربك كيف حولكم؟ الحمد لله نشكر الله الله يحببكم فضل الأخت عايشة عندي سؤالين السؤال الأول في أصوات تشويش في الهاتف معكم يبدو أن تكون في الخارج كونوا في مكان شوي لا تقد فيه هوا إن شاء الله طيب الآن تسمعي فضل تشويش؟ نعم نسمع حضر السؤال الأول ما هي العلاقة في قوله تعالى قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا و قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما قال واعلم أن الأمة لو بتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك نعم ولو بتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك نعم فهل هذا الحديث جاء شارحا أو مفصلا لهذه الآية الكريمة؟ طيب إن شاء الله هذا السؤال الثاني فضلت الشيخ عندما أقدم مثلا نصيحة لوالدي أو أقول لهم أن هذا التصرف لا يجوز فعلا فهل في ذلك تطاول عليهم؟ أو هل ينجرحون كأن يقولون في أنفسهم نحن لا نعلم هذه المعلومة وأصبح أبناؤنا يعلمون أو يربيون بذلك؟ فهل يعني في هذا تصرف خاطئ؟ طيب طيب نشكور أخت عيشة أخ عبد الحميد أخ عبد الحميد تفضل أخ عبد الحميد السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالكم طيبين؟ الحمد لله أنا أشكر الله الله يبارك فيك دكتور عندي سؤالين الله يخليك السؤال الأول نعم يعني إذا كانوا قال سيني قريوا يعني قرآن في البيت حلقة قرآن نعم فمروا على آية سقدة لكن اللي كانت تقرأ هي يعني بنت نعم فهل هي تكون إمامهم في السقود؟ طيب واضح السؤال الثاني شيخ يعني إذا كانت يعني مثلا أم بنت يعني طشتها بماي عشان تنهض صلي نعم زين شوية البنت يعني نومها ثقيل ولم يعني صعوبة شوية عشان تنهض فرشتها بماي ودخل ماي يعني في قوفها فماذا تفعل يعني مو عليها طيب طيب إن شاء الله قل هي يعني البنت أنا سألتها قالت يعني أنا ما يعني ذلك الخين كنت نايمة ما دارية يعني بس حسيت إنه الماء يرايح داخل طيب إن شاء الله بإذن الله أحسنتم قذاب الله يكرمك لأخذ الحميد شكرا جزيلا لك الله يبارك فيك سنقف مع فاصل قصير كعادتنا بعد المكالمات نعود إليكم بعدها بإذن الله مرحبا بكم أعزائنا الكرام أذر الشيخ وناس لها كثيرة أخ فؤاد يقول هل يجوز التحرك في الصلاة لضرورة وما ضابطها وهل تكون في الفرض والنفل وما صحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد السلام بالإشارة وهو في الصلاة وكذلك أنه فتح لعائشة الباب وهي في الصلاة أذكر أننا تناولنا هذا سابقا من باب التذكير أما الحركة في الصلاة فإنها تباح لضرورة كإنقاذ نفس أو دفع ضر بالغ فكقتل حية أو عقرب أو ما أشبهها مما يمكن أن يصيب المصلي بأذى وينبغي أن تقتصر الحركة على الحد الأدنى الذي يتحقق به الغرض بحيث لا يبالغ المصلي في حركته وانتقاله عن الصلاة اللهم إلا أن استدعى الأمر الخروج من الصلاة بالكلية كإنقاذ نفس ففي هذه الحالة هذا سيخرج من صلاته بالكلية أما الأثر المروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الباب لسيد عائشة فغير صحيح في صلاته ولا ريب أن الحالة في النفل أيسر لكن هذا لا يعني أن يتحرك إلا لموجب فالموجب إنما هو مثل هذه الأحوال التي تقدم ذكرها والله تعالى أعلم ضرب أمثلة هنا حتى يعني تكون مسألة أو أكثر وضوحا طفل يعبث بالكهرباء هل أمنعه وأنا أصلي وإن خاف عليه نعم لأن الكهرباء خطرا بالغا إن كان هناك ما هو مخوف من عبث الطفل بها أما إن كان الأمر آمنا فلا يخرج من صلاته أو يطرق الباب بشدة هل أفتح له وأنا أصلي ما الذي يغلب على ظنه إن كان يغلب على ظنه أنه إنما هو أمر انزعاج فقط عادي لأمر ليس فيه أذى أو ضر بالغ على الصبي أو على الطفل فلا يخرج من صلاته أما إن غلب على ظنه أنه إنما يصنع ذلك لأمر مخوف يمكن أن يصيبه أو لضر متوقع ففي هذه الحالة نعم يمكن أن يخرج من الصلاة ويمكن له أن يتعجل في صلاته كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يسمع بكاء طفل في الصلاة إذا خرج هل يبني أن يستأنف خلاف عند أهل العلم نعم فمن رأى أنه يستأنف وضع شروطا هي أقرب إلى الجانب النظري أن لا يتحول عن القبلة وبعضهم قال أن لا يرفع قدميه عن الأرض لكن الظاهر أن له أن يقوم بالحد الأدنى الذي يدفع به الضرر أو تندفع به الضرورة ثم يعود فيستأنف إلا إذا انتقض وضوءه بشيء والله تعالى أعلم نعم من القزائر أيضا يمكن أن نجمع السؤالين معا هي تقول تحاول أن تقرأ القرآن الكريم ولكنها تخطئ ولا تجد القراءة بصورة جيدة وقال لها أحد الناس أنك بهذه الطريقة معذورة فلا ينبغي أن تقرأ القرآن الكريم بهذه الطريقة سؤال لأخ محمد يقول من يقرأ القرآن نعم أنت ممكن أن تعطي إجابة تفصيلي للإثنين نعم من يقرأ القرآن من غير أخطاء نحوية ولكن من دون أي مراعاة لأحكام التجويد من حيث التفخيم والترقيق والإخفاء والإقلاب والإدغام وغير ذلك هل من الأحسن له القراءة أم الاستماع وما حكم تلك القواعد عموما وهل هناك حد أدنى منها الحد الأدنى منها أن يعطي الحروف حقها ومستحقها نعم ولا ينبغي لقارئ القرآن الكريم أن ينزل عن هذا المستوى وليس أمر التجويد مقتصرا على ما ذكره في سؤاله من أحكام النون الساكنة نعم فالتجويد وأحكام التجويد أوسع من ذلك فإن كان لا يحسنها فليتعلمها ثم لا حاجة إلى أن يقال بأن ينقطع عن القراءة لأنه لا يحسن أحكام القراءة بل يقال بأن عليه أن يتعلم قدر المستطاع وله أن يقلد في قراءته القراءة المعروفين حتى يضبط قراءته هو وتستقيم لسانه بتلاوة كتاب الله عز وجل ولكن يعني لا حاجة إلى منعه من القراءة لأنه لا يضبط أحكام التجويد فليتعلم أحكام التجويد أو ليستمع إلى ما يريد قراءته من قارئ معروف يقرأه قراءة صحيحة مجودة ثم بعد ذلك يقرأ وراءه واليوم هذه الوسائل متاحة بحمد الله تبارك وتعالى وهكذا يمضي إن كان لا يجد معلما يعلمه أحكام التجويد ليس المطلوب منه في تكملة الجواب أن يعرف وجوه أحكام التجويد والخلافات التي فيها والطرق التي تقرأ بها الكلمة ويعني كل ما يتعلق بأحكامها لكن الأحكام الظاهرة التي تؤدي إلى إعطاء الحروف حقوقها وتؤدي إلى إخراجها من مخارجها الصحيحة وأن تقرأ بصفاتها لأن ذلك من أصل النطق الصحيح للغة القرآن الكريم هو ليس بأمر إضافي أضيف إليها وإنما هكذا هي قراءة كتاب الله عز وجل نعم جيد وبالنسبة لأم سعيد هل أقبتم؟ أنا ربما شرطت قليلا أم سعيد أيضا نقول لها يعني ينبغي لها أن تتعلم نعم فقراءتها مع خطائها في أحكام التجويد لا يمكن أن يكون سببا لمنعها من مواصلة القراءة لكن لتقرن قراءتها لكتاب الله عز وجل بالتعلم أيضا بالوسائل الموصوفة فيما تقدم فيمكن لها أن تستمع إلى قراءة يمكن لها أن واليوم نجد أن كثيرا من الدروس أيضا موجودة على شبكة المعلومات مما يمكن للإنسان أن يستعين به ليتعلم ويمكن أن يلتحق بشيء من مراكز تعليم القرآن الكريم كل ذلك متاح موجود فلا ينبغي أن يكون عدم الدراية بأحكام التجويد سببا للامتناع عن القراءة والانصراف عنها إلى الإنصاط والاستماع والله تعالى أعلم فتاة ذهبت للطبيب في نهار رمضان لفحص الأذن فاتطلع الطبيب على أذنها وجزء من شعرها فما حكم صيامها تقدم أن ذلك مرده إلى قدر الضرورة فإن كانت تجد آلاما مبرحة ولم تجد طبيبة امرأة تقوم لها بذلك ففي هذه الحالة ماذا عسى أن يقال إلا أن المشقة تجري بالتيسير على أن يقتصر في دفع هذه الضرورة بالحد الأدنى بحيث يكون معها محرم لها وأن يقتصر في الكشف عن رأسها على موضع العلة فقط وبعد ما تقدمت الإشارة إليه من السعي إلى إيجاد طبيبة تقوم بذلك لأن هذا المرض فيما يظهر من الأمراض التي يمكن أن يوجد لها طبيبات مسلمات يقمن بمثل هذا العمل أو طبيبات من الإناث يقمن بمثل هذا العمل و الله تعالى أعلم نعم كان من ضمن سئلة الأخ حمد العويسي السابقة أيضا في سورة طاها قال الله تعالى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وبعد ذلك قال سبحانه إنني أنا الله فإني وإنني ما الفرق بين المصطلحين والتعبيرين الذي يظهر أن الاستغناء عن نون الوقاية هذه تسمى نون الوقاية الاستغناء عنها في السياق الأول في قوله تبارك وتعالى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى أن هذا السياق فيه سياق ترفق بموسى عليه السلام هو أول ما يتلقاه من عند ربه جل وعلا وبعدما أصابه الذي أصابه فهو سياق إيناس وتطمين لموسى عليه السلام فلا حاجة إلى تقويته لفظا ولذلك اللفظ فيه يسر وسهولة يبعث الطمأنينة إني أنا ربك حتى التعبير بالربوبية فالربوبية تدل على الرعاية وتدل على التربية وتدل على القيام بالشأن فهنا السياق سياق سياق تطمين لموسى عليه السلام وإزاله للوحشة من قلبه وإيناس له فلما حصل ذلك لما تحقق هذا ناسب الآن في سياق الأمر بالتبليغ وتحميل أعباء الدعوة أن يكون اللفظ أكثر في المبنى ليكون معناه أوسع كما يقال بناء على قاعدة أن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى وإن كانت ليست مضطردة لكن السياق هنا يسمح بها فإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فجملة من الأوامر تبدأ بالعقيدة والعبادة وبعد ذلك يعني توحيد وعبادة وصلاة وبيان للغاية من هذه الصلاة ومن هذه الأوامر كلها فالسياق سياق تكليف الآن بعدما حصلت الطمأنينة واستقرت النفس وهدأت وأنست إلى ربها تبارك وتعالى فناسبها أن تكون أن يكون اللفظ المستخدم أكثر في مبناه ليكون أقوى في معنى هذا الذي يظهر لي ولا أزعم أني اطلعت على هذه النكتة عند أحد رغم محاولتي أن أجد شيئا تطمئن إليه النفس لكني لم أجد فهذا الذي يعني ينكشف لي والله تعالى نزاكم الله خيرا داخشام يقول المسلمين عموما أو جمهور المسلمين عموما يتلقون عقائدهم من آبائهم ويعقدون عليها إيمانهم ولا يكلنفون أنفسهم والبحث عن أدلتها ومطابقتها لما جاء في القرآن والسنة فهل يكفيهم هذا القدر؟ ينبغي لنا أن نتحرى الدقة في مثل هذه المصطلحات التي نستعملها فما يشير إليه من أمر أن الإيمان والعقائد لا تكون عن تقليد هو أمر مختلف عن ما يفهمه كثير من الناس فأن يوجد معبر من عالم يبين للناس هذه العقائد وأدلتها لا يعني بالضرورة أن الذي يتلقى عنه أنه صار مقلدا له لأن قناعته به وتصديقه إياه يعني التصديق بالموضوع نفسه فهذا ليس بتقليد مما يظنه كثير من الناس أنه من التقليد وليس بتقليد حينما يعرض عالم حقائق الإيمان بالله واليوم الآخر وأركان الإيمان فيتلقاها المتلقي بالقبول فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يقلد ذلك العالم تقليدا أعمى وأنه يقطع النظر عما أتاه به من أدلة ومن حجج وبراهين بل في أغلب الأحوال يجد أن في قول ذلك العالم مقنعا له وأن نفسه تطمئن إليه وأنه يصدق هذه الأدلة وأنها تحقق له القبول والرضا فيعقد عزمه على ذلك الأمر يعقد تصديقه يعزم تصديقا بذلك الأمر هذا هو المقصود بالعقيدة أما أن يأتي ويقول أنا لا أكترث بهذه الأدلة والحقائق وإنما قال فلان وأنا معه هذا هو التقليد المنهي عنه فيما يتعلق بأمور العقائد ثم إن العقائد نفسها على درجات منها ما هو مما لا يسع جهله وبوجود المعبر له يجب أن يؤمن به ومنه ما هو من الفروع وإن كان الناس اليوم يعدونه من العقائد لكنه في الحقيقة هو من فروع العقائد مما فيه خلاف ويحتاج إلى كشف وبيان وأدلة وردود على الأدلة الأخرى فهذا لا يمكن أن يرقى إلى القضايا القطعية التي لا خلاف فيها والتي يؤمر المسلم بالدينونة بها وهذا السياق أيضا يرد في موضع آخر وهو ما يتعلق بحينما يعبر الفقهاء أو يعبر العلماء لا سيما في تراثنا الإسلامي عن هذه المسائل في سياق الحديث عن الولاية والبراء أو عن الولاء والبراء نعم فهنا أيضا يتحدثون عن قيام الحجة أو التقليد نعم فهل فيما يتعلق بالولاية من الأشخاص يكفي أن يقلد دون دليل أو أنه لا بد له أن تقوم عنده الحجة وأن يتبين ويسأل أو يسعه ما يسع سائر المسلمين فيما يتعلق بولاية الجملة وبراءة الجملة نعم ولذلك حملت هذه القاعدة أكثر مما تحتمل نعم والسبب ما نشب في تراثنا من خلاف فرقة فأدت ألقت بظلالها على فقه هذه المسألة فمنهم من شدل وقال لا يسعه إلا أن يسأل وأن يبحث وأن يتبين من المواقف حتى يتولى أو يبرأ ومنهم من قال يكفيه الوقوف ولا حاجره إلى أن يبحث ويسأل فالفريق الأول قال لكنها مسائل دين وعقينة فلا يصح التقليد فيها لا بد أن تقوم الحجة فيها عنده ليتقذ بعد وبعد قيام الحجة لا بد أن يكون عالما قادرا على اتخاذ الموقف المناسب إما ولاية وإما براءة و الآخرون رأوا أن الوقوف يسع وأن ولاية الجملة وبراءة الجملة كافيتان في مثل هذا الشان هذا مثال فقط لما ترد فيه مثل هذه الأقوال أو القواعد فلا يمكن تعميمها أيضا في سائر مثلا فروع العقيدة أو تفاصيل العقيدة مما يسع فيه الخلاف أو مما يكون للناس فيه عذر وسعة بحيث لا يطالبون لا يلزمهم أن يعتقدوا فيه معتقدا واحدا إن كان مجمل ما يعتقدونه مما يتصل بالأسماء والصفات على سبيل المثال أو مما يتصل بالغيب ومما يتصل باليوم الآخر ومما يتصل بأركان الإيمان ومتعلقاتها إن كان عندهم صحيحا لا غبش فيه لديهم رغم أنهم تلقوه من علماء ودرسوه في كتب ودرسوا مناقشاته لكن الحقيقة أنهم أخذوه بعد قناعتهم به فهذا هو المقصود هذا الحد الكافي والله تعالى أعلم لكن بماذا تقوم الحق فضل الشيخ إذا كان الجمهور ليس متخصصا في هذه الأشياء بحسب نوع الموضوع فمن الحجج ما يكتفى فيه بالحجة العقلية ومن الحجج ما لا بد فيه من السماء والسماع يقصد به أن يوجد المعبر الثقة الأمين الذي يكشف له عن حقيقة هذه القضية إن خطرت له على بال أما إن لم تخطر له على بال أصلا فلا يقال بهلاكه لأنها لم ترد في خاطره أصلا نعم قبل أزاك من ضخير فضل الشيخ أخت عائشة تقول في قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهناك حديث آخر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك وكذلك الضر نعم فهل هذا الحديث قاء شارحا لهذه الآية مفصلا لمجملها هو متفق تماما مع معنى الآية الكريمة نعم فليس هناك أدنى تعارض بين قول الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وبين قوله صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وقوله وعلم وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فكل شيء إنما هو بتقدير من الله تبارك وتعالى كل شيء يقع في هذا الكون مما يصيب الإنسان ما هو إلا بإذنه جل وعلا وتقديره وتدبيره فلو أن الأمة كلها قاموا على صعيد واحد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وهذا هو معنى الآية الكريمة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فلا تعارض بين الآية و الأحاديث النبوية الشريفة هذه والله تعالى أعلم ربما نصف دقيقة البنت في الحلقة القرآنية في داخل البيت فيها أبوها و إخوتها و جاءت نوبتها فيها سجدة هل تأمهم في السجدة؟ لا هذه ليست إمامة هذه ليست إمامة هذا فقط إعلام إعلام و لا يلزم أيضا أن يؤدوا السجدة مجتمعين و لا أن تكون هي من يبادر إلى أن تسجد أولا فيمكن لأي واحد منهم أن يسجد و أن يسجد الآخرون معه والله تعالى أعلم أعزائنا نشكر و إياكم فضرة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن أبهان الخروصي مساعد مفت العام للسلطنة نشكركم أيضا على متابعتكم و نلقاكم بحول الله تعالى غدا إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته